نشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية الشركة الرائدة في إدارة الأصول اختمت أعمال الدورة الخامسة من برنامج ستاندرد شارترد للمرأة والتكنولوجيا في البحرين لعام 2024 وذلك كجزء من المبادرة العالمية التي نظمها بنك ستاندرد شارترد بالتعاون مع خليج البحرين للتكنولوجيا المالية وابتكر للبحرين وبشراكة استراتيجية مع مصرف البحرين المركزي وصندوق العمل تمكين والمجلس الأعلى للمرأة ومكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ويقدم البرنامج دعما متكاملا يتضمن التوجيه والتمويل لتمكين رائدات الأعمال البحرينيات ودمجهن في التنمية الاقتصادية للمملكة وقد تم الإعلان عن الشركات الثلاث الفائزة بجوائز تصل قيمتها إلى 75 ألف دولار أمريكي وذلك بعد العروض التي قدمتها عشر رائدات أعمال شاركنا في البرنامج مع تنوع مشاريعهن عبر صناعات متعددة تشمل الرياضات الإلكترونية والتجارة بين الشركات وكذلك تكنولوجيا الغداء وتكنولوجيا التعليم بالإضافة إلى دارة الموارد البشرية وصحة الموظفين إلى جنب منصة إدارة الفعاليات وكذلك منصة لإدارة المطاعم بما في ذلك تكنولوجيا الصحة وبرامج المكافآت والولاء المؤسسي افتتحت بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في سلطنة عمان سوق الدقم للمواد ويعد هذا المشروع الثالث بالمدينة الصناعية الصينية العمانية بالدقم للصناعات الخفيفة والمتوسطة وقيم المشروع بالشراكة بين شركة وان فانج الصينية وكل من شركة الثبات القابضة وشركة تطوير الدقم بتكلفة استثمارية بلغت سبعة ملايين وخمسمائة ألف ريال عمانية وتشمل أنشطة السوق الدقم للمواد بيع مواد البناء بجميع أنواعها والأجهزة الكهربائية والكماليات إلى جانب عرض السيارات الصينية حيث جهزة بعدد من الورش الخاصة بالتصنيع مما يتيح للشركات تصنيع منتجاتها في السوق والآن نترككم مع سعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية رفعت مجموعة من المؤسسات المالية توقعتها لنمو اقتصاد ماليزيا خلال العام الحالي إلى أكثر من خمسة في المئة في حين توقع البنك المركزي الماليزي نموا يتراوح بين أربعة وخمسة في المئة خلال العام الحالي جاء ذلك بعد أن أظهرت البيانات الحكومية الصادرة يوم الجمعة الماضي تعافي اقتصاد ماليزيا للربع الثاني على التوالي وبحسب ما أوردت وكلة بلومبرد للأنباء عن محللين اقتصاديين فإن تعافي الصادرات والسياحة وزيادة الاستثمار المحلي إلى جانب ارتفاع الدخل القابل للإنفاق تشكل كلها محركات رئيسية للنمو الاقتصادي خلال النصف الثاني اشتركوا في القناة